مساء الخير، أهلا بكم في سيتا بودكاست معكم النهاردة ميا عطية Positive Psychology, Wellbeing and Parenting Coach I'll be your host وأحب رحب بضفتي عاليا شرة Head of Risk Management في إحدى الشركات الناشئة في مجال الinformation technology أهلا يا عاليا زيك يا معي أهلا بك النهاردة هنتكلم على طول مهمة جدا لأي حد مهتم بالبيزنس أي حد عنده فكرة ونفسه يشوف الفكرة دي حقيقة نفسه يشوف الفكرة دي reality هنتكلم عن البيزنس موضة الكانبس واسمحولي أبدأ بأول سؤال وأسأل ضفتي عاليا في جملة واحدة يا عاليا يعني in one sentence how can we define أو نقدر نعرف إزاي البيزنس موضة الكانبس أوكي يا معي البيزنس موضة الكانبس ما هو إلا draft أو نقدر نقول ورقة مكونة من تسع بلوكس strategic management tool مهمة جدا أو أداة تصويرية لأي مشروع إحنا حابين نقوم به من خلال إن إحنا بنحدد تسع خنات أو تسع بلوكس هنشتغل عليها حسن أنا محتاجة كده أعرف أكتر شوية إيه هما التسع خنات الجملة ما كانتش بالنسبة لي ما شرحت ليش لسه الكنسب طيب إيه هما التسع خنات يعلي التسع خنات إحنا عندنا الكي اكتيفتيز الأنشطة المشروع يزيقون بيها ده من خلال مثلا هل أنا حوظف عندي موظفين هل أنا مثلا هقوم بالأعمل إعلانات هل أنا مثلا هضرب ناس لو كانت ترينيج أكاديمي بالضبط هل أنا مثلا هبيع هل أنا هارد خدمة وهكذا دي بالنسبة للكي أكديفتز الكي ريسورسز الموارد اللي أنا هحتاجها عشان أبني المشروع ده هل أنا عندي مثلا مكان قائم مثلا وأقدر أن أنا أشتغل من خلاله بالتاني مثلا مش هأقر هل أنا مثلا عندي وهكذا مثلا المكاتب مثلا الكمبيوترز وهكذا الفلوس دخلة فيها بارت يعني أنا معايا فلوس كام مديد دخلة في الريسورسز بالضبط كده بالضبط كده أنا مثلا هل أنا عندي هيومن باور كافي للموضوع ده ده بالنسبة للكي ريسورسز برضو خطوط الإنتاج لو أنا مثلا المصنع مثلا المنتجات نفسها اللي هي المواد الخام هل هشتريها هل أنا مثلا هأجرها ده بالنسبة للكي ريسورسز الكي بارتنشيبس الشراكات اللي أنا محتاجها عشان أبني المشروع هل أنا هقوم بالمشروع ده ذاتي ولا هحتاج شريك معايا أو هحتاج مثلا يعني ايجنس مثلا يساعدوني في المشروع ده وهكذا بالضبط كده بالضبط كده بالضبط كده طب محددة الناس اللي أنا هأطرر أن أنا أشتغل معهم عشان أظهر المنتج ده أو أظهر الخدمة دي عندنا بعد كده البند الكاستومرز ده مهم جدا الكاستومر سيجمينتيشن طيب أنا محتاج أختارك أنه عميل الكاتيجرز بتاعتي A, B, C الفئات المستهدفة مين وهكذا هبيع لمين يعني أنا عندي فكرة عرفت الرسورسز بتاعتها وعرفت أعمل بارتنشيب مع مين طب مين التارجت بتاعي أن أنا هابع له بالضبط كده عندنا بعد كده أنا هابني علاقة إزاي مع الجمهور هل أنا مثلا من خلال من خلال أكلمه أعرف رأيه في المنتج من خلال مثلا نقدر نقول بيبقى مثلا على الوابسايت وهكذا تدخل فيها الماركتينج ولا ده مش هي طبعا هي طبعا بتلمس الماركتينج أكيد بس هي الفكرة هي أكيد من خطة الماركتينج ولكن أنا ببقى هنا مركزة قوي أنا هتواصل مع العميل إزاي وحوصله إزاي وعرف رأيه إزاي في المنتج أو الخدمة اللي هقدمها ده بالنسبة للكاستمر ريشنشيب عندنا بعد كده القانوات البيع هل أنا مثلا هاقف مول أبيع هل أنا عندي ريتيل سورز هل أنا مثلا أونلاين وهكذا عندنا بعد كده مكون أساسي وهو المهم تقريبا في رأيي هو الـ هو القيمة اللي هادفها من كده المشروعي أو القيمة المجتمعية أو القيمة اللي هتميزني عن مشروع تاني الناس هتجيلي ليه الناس هتختارني ليه عن مشروع مثلا قائم قبلية فإيه الحاجة اللي بتميزني في السوق إيه الحاجة اللي هتخليني أبيع والناس تلجألي ممكن أقول إيه الـ اللي عندي الـ 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 مقارنة بالآخرين ده الحاجة اللي هتميزني عندنا بعد كده الـ هل أنا مثلا من خلال إعلانات هجيلي دخل هل من خلال منتج أبيع نفسه أو الخدمة أبيعها نفسها وهكذا عندنا أنا أكلف مشروعي إزاي هل أنا مثلا أحتاج تمويل من بنوك هل أحتاج تمويل من شركات تمويل هل تمويل ذاتي هاعتمد على نفسي وحكلف في إيه هل أنا هشتري مكان أشتغل فيه هل أنا مثلا هأجر مكان فالفلوس هتروح للتأجير هل أنا مثلا هجيب مكاتب هجيب هعين موظفين الكوست هيروح فيه شراء الموضة الخامل أو المعدات أو التولز اللي هستخدمها بالزبط كده أو لو هعمل مثلا أبليكيشن موبايل أبليكيشن أنا بقدم سيرفز فهعملها أبليكيشن فهذا هيكلفني كام بالزبط فهصرف على الكلام دا بس هي دي اعتبر التسع بلوكس أو التسع خانات اللي بركز فيهم كل تفكيري عشان أطلع بالبزنس موديل كامبس بتاعي هلو they are very comprehensive الحقيقة يعني أنا متخيلة لو أي حد عنده فكرة أو عنده مشروع وعايز بيشتغل عليه لو حط التسع كمبوننس دول قدامه كأنها لوحة كده قدامي فيها تسع بلوكس فيها كل حاجة تخص المشروع يعني أنا كده عندي كل الانفورميشن اللي مهمة بساعدني أطلع حتى أول ستاب بزرطية لوحة تصويرية أو بيجنري درافت بتخليني أبص على البلان بتاعتي أو أن أنا بفكر في إيه من خلال أن أنا بفيل كل أفكاري في التسع بلوكس الموجودين وأبقى بسهولة جدا أقدر أرجع لهم وبتبقى دايما يعني أنا في رأيي أن أنا دايما بعلقها في كل حتة يعني بعلقها قدامي بالظب بعلقها قدامي عشان ما تشتتش وعشان أبقى أعرفة دايما أنا بدي فين وهوصل فين ولو في أفكار زيادة بقدر أحطها جوه كل بلوك عشان تبقى الموضوع مرئي بالنسبالي ويبقى أسرع ما تبقى شيئا ستاتيك دوكومنت تتعاملت مرة واحدة بالظبط لأ it is always updated فأنا طول ما أنا شايفاها كل ما هيحصل حاجة جديدة I will update on it فأنا هبضل تشايفاها يعني a lively document كده بالظبط بالظبط هي برضو مفيدة جدا كوسيلة جذب أو وسيلة عرض زي ما نقول فتح كلام مع أي مستثمر عشان أجذب انتباهه لأن أنا منظمة تفكيري بطريقة معينة ويقدر يبص على طول على content الخاص بكل block ويبقى مطلع على الموضوع from A to Z حتى ولو هو مش in depth ولكن in general أنا ببص على الموضوع بشكل عام ساعتها بقى في business plan المرحلة اللاحقة أقدر أن أنا أخش in depth في كل block ونتكلم باستفادة فيه ونكتب بقى كل plan بتاعته لأن كل block بيبقى له plan صح فبالتالي هي كbusiness model campus هي وسيلة أولى أو وسيلة عرضه أولى وسيلة جذب لأي مستثمر أقدر أتكلم معاه أو أي حد حتى أقدر أتكلم معاه في المشروع بتاعي صح ده كان هيبقى السؤال اللي جايب بس قبلها عايزة elaborate كده على حتة فكرة أن أنا وانا بعمل pitching للإديا بتاعتي أنه أنا عايزة investor لما يشوف أن أنا عندي كل حاجة كده structured well structured وبين كلها whole picture أو big picture كلها بين very appealing very attractive يعني وبالظبط ويبقى فيه credibility لأنه عارف أن الشخص اللي قدامه فاهم بالظبط هو هيتكلم فيه صح وما يضيعش وقته صح هي الفكرة أن كل الناس الوقت بفلوس فعلا صح فالشخص عشان يقعد معاك ويدينك من وقته ويدينك من اهتمامه لازم تكوني أنت كمان سريعة وسريعة البديهة وعندك برضو الخلاصة صح ملمة بكل جوانب المشروع ملمة بكل جوانب المشروع بالظبط وفكرة الكتابة نفسها أو فكرة having a visual representation للأفكار اللي عندي كمان مهمة يعني إحنا في الكوتشنج أو one of the tools اللي ممكن نساعد بها الكلاينتز بتاعتنا فكرة أو طول اسمها vision board لو أنا عايزة أوصل لحاجات مختلفة كتير في حياتي أنا بحط كل الحاجات دي على board visual representation لكل حاجة عايزة وصل لها وتفضل قدامي فطول ما أنا شايفها قدامي طول ما الحاجات دي في مخي شغالة طول ما الحاجات دي أنا بتجاي التصرفاتي كل يوم عشان أنا عارف أن أنا عندي طارجت أنا شايفه قدامي في صورة فأنا كل يوم لما بسحى الصبح بفتكر أن أنا عايزة أوصل للطارجت ده فقدر أوصله فطول ما أنا شايفه غير خالص لو أنا حطه فكرة في دماغي يعني ودي فكرة الكتابة in general مثلا أنا أكتب زي journaling وأن أنا عندي جول واكتبه عندي هدف عايزة أوصله واكتبه is very very important بتبقى أول خطوات أن أنا أوصل للهدف ده غير أن أنا كلها أفكار في دماغي أو أنا عارف أنا عارف الموضوع لو مثلا عندي بتش والحاجة لأنا عارف كل حاجة في دماغي لأ عارف كل حاجة في دماغي is not enough أنا عايزة أكتب كل حاجة في دماغي كل حاجة في دماغي أكتبها وكل ما يبقى عندي visual representation منظم كمان وستركتشورد هيساعدني أن أنا أوصل لله أنا عايزه بشكل يعني مو إفاكتف هي وسيلة مرئية visionary نقدر نطلع عليها كلنا واضحة وفيها الـ content اللي احنا عايزين نفوكس عليه بالضبط بيبقى أسهل في التفكير يعني حلو قوي طيب السؤال بقى التاني سبقتيني حتى شوية فيه بس وحي نرجع له تاني الفرق بين الـ business model canvas والـ business plan أو normal business plan اللي مضعرف عليه زي ما قلنا أنهنا الـ business model canvas هو أداية تصويرية سريعة جدا للمشروع بتاعي الـ business plan هو التفصيل كتبته في الـ business model canvas بطريقة تفصيلية بقدر بقى أحدد الفاينانس لو من نفسها بنتكلم على الـ key partnerships طب أنا تفصيليا بقى أنا هتكلم مع مين بالضبط وحختارقه إزاي وهروح لمين واجه فين لو مثلا الـ segmentations هتدي بقى يعني أعمل زي إيه دراسة شملة للعملاء ودراسة شملة للكمباتيترس كمان أقدر أبص على الناس بتعمل إيه في شركات أخرى أو في أماكن أخرى عشان يبقى عندي visionary بقى detailed plan والdetailed هي بقى المختلفة عن business model canvas يبقى الـ business plan هو detailed business model canvas هو يعتبر الحاجة التفصيلية للbusiness model canvas صلاحي لو أنا بقول غلط أقدر أقول أن الـ business model canvas هي initial step خطوة أساسية بعملها بتديني كده big picture بتديني high level وبعد كده الـ business plan بتدخلني أكتر into details in depth أكتر وأعتقد فيها كمان future planning long term أكتر كمان من الـ canvas مصبوط exactly طبعا هي كمان بتخليني أعمل حاجة اسمها projection بدخل فيها أنا توقعاتي مثلا للسنوات القادمة بصلا بالمشروع بتاعي أو الخدمة بتاعتي بتبقى more detailed لكن طبعا زي حنا قلنا business model canvas هو draft فقط لكل الأفكار اللي عايزة تطلع على طول سريعة وألحقي أمسكها على طول وحطها في بلوك بتاعها بطلع كل اللي في دماغي برسمه على ورقة ويمكن جي من هنا التسمية بتاعتها أنها canvas زي الـ canvas اللي بنرسم عليها أو بنلون عليها أعتقد أن التسمية جت قريبة من الفكرة دي أنك في لوحة أيوة بالمشروع قدامك طيب حلوة قوية عليها thank you طيب لو أنا مهتمة بالbusiness وعندي فكرة وعايزة تعلم أكتر عن الbusiness model canvas أقدر أعمل إيه أول خطوة تساعدني أتعلم الbusiness canvas هو طبيعي أنا بشجع في فكرة طبعا الـ self study والـ self learning فهتلاقي طبعا اليوتيوب مليان شرح للbusiness model canvas هتلاقي الترينيج أكاديميز بتوفر حاجة زي كده وهتلاقيه موجود على الويب سايتس في كل الترينيج ويب سايتس الفكرة أنه سهل جدا وسهل أنك تفهمي فقط التطبيق بتاعه هو اللي بيبقى فيه more brainstorming ومور تركيز على التكوين بتاعه لكن هو self study بمنتهى سهولة وطبعا بيتوفر لو حد مش قادر يلقط الفكرة من خلال الـ self study بيتوفر في الترينيج أكاديميز أولوفر هو فيه تول أو أبليكيشن هاي اللي بتطلع الكانفاس يعني أنا بدخل الـ input بتاعي وبيتطلع لي ولا ممكن نشرح الحتة دي أكتر بس شوية شكلها بتبقى عامل زي البروستس هو احنا قلنا انه هو متعرف عليه هو 9 blocks ما على الشخص انه هو يكون محضر أفكاره ويبتدي بألم الجاف أو بألم يعني فهو جدوى فيه 9 blocks ونرسمه يكتب مش حاجة معينة مش شرط بالضبط مش 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 معين ولكن هو المور كمان أحسن انه هو يكتب بأيديه دي حاجة بتثبت أكتر يعني احنا عم تعودين لما بنيكتب بأيدينا المحروم بتثبت أكتر فبيبقى بالتالي أسهل يعني بيكتب ويرسم في visual representations يعني في applications بتعملي visual representation بقى للحاجات ولا بلسة هتبقى كتابع يعني هكتب هو يبقى فيه دايما الدرافت موجودة وهو ما علي نوعية إما يكتبها على الكمبيوتر مثلا تبقى حاجات ممكن تبقى to fill يعني to get filled أو بيبقعها ويكتب عليها وانا دايما بحب بشجع الكتابة ايضر مثلا الورد يعني أو الكمبيوتر أو الناس التي بيها بأيديك بشجع أكتر الكتاب عشان بتثبت أكتر في الدماغ أوكي بيكتبوا أكتر بالألوان كمان عشان بتشغل right side of the brain فبنعمل full utilization of our brain بس ما بقى شل الأبيض واسود بنستخدم logic والcreative side كمان بتاعنا طيب حلو يا علياء سؤالي اللي جاي عن إزاي شخص أو organization يقدر يستفيد the optimum benefit من البزنس model كامل بالضبط إحنا كorganization أو كأي شخص هو strategic management tool هو معنى إيه هو أداء استراتيجية بتخليني أرتب أفكاري وبتخليني دايما يبقى فيه sequence للأحداث والحاجات اللي أنا عايزة أوصل لها بالتالي أول حاجة هو strategic planning tool رقم اتنين بيساعدني في حتة resource allocation أنا هوجه طقتي وموردي فين ومين اللي ياخد الpriority الأول هل أوجه طقتي في الماركتينج الأول ولا أوجه طقتي في أن أنا أجيب finance ولا أوجه طقتي في أن أنا أجيب مثلا agents وهكذا وبالتالي بيساعدني جدا في resource allocation بيساعدني جدا كمان في حاجة اسمها risk management إيه المخاطر أو إيه plan B اللي تنتج لو أنا موفرتش حاجة مثلا في plan A plan B بتاعتي عاملة إزاي بالضبط وإيه risk في النتجة عندنا مثلا لو ما استخدمتش أداء معينة أو ما استخدمتش طول معين فبالتالي برضو دي بيعتبر بتساعد risk management بتساعد كمان في market understanding أنا بقى مطلعة دايما على طول على أحداث السوق وأنا محتاجة إيه والسوق وصل لإيه فعشان كده بقدر على طول update الـ campus بآخر المستجدات بيساعدني في الـ innovation innovation بيبقى فيه وسيلة سهلة جدا للbrainstorming لأن كل حاجة قدامي فبالتالي ممكن أعمل linkage لكل البلوكس ببعضها وبالتالي أقدر أكون أفكار أكثر من أفكار اللي أنا جبتها وكل حاجة بتتسجل بطريقة تنظيمية طبعا أهم حاجة اللي هي communication لأنها بتوحد language ما بين الـ team إحنا عادنا مع بعض دلوقتي واتكلمنا بمصطلحات معينة مصطلحات موحدة المصطلحات دي هنقدر نتفق عليها على طول من أول ما بتدينا المشروع لحد نهايته وبالتالي كل الناس هتكون مطلعة على نفس اللغة وسهل جدا في communication إن كل الناس شايفة إحنا بنتكلم في إيه بس كده جاءت لي فكرة وأنتي بتكلمي طب دال organizations لو أنا شخص عندي فكرة وعايز أعملها في حياتي أستخدم الـ business model canvas في حياتي in general مش تزم project يعني ممكن أنت زي ما أنت عندك مشاريع في يعني كشغل عندك مشاريع برضو حياتية أنا على الوقت عايز أشتري عايز أشتري عربية عايز مثلا أخذ كورس معين عايز مثلا أتعلم talent أو أتعلم حرفة جديدة هخطط لها ازاي وحطيدي ازاي وهنهيها ازاي وإيه الأفكار ممكن نقول أنها برضو يعني لمسة برضو فكرة mind mapping كتول برضو شبا فكرة visual representation بالضبط كده أنا بحب جدا التولز دي لأنها بتخلي كل حاجة حضرة في زهني على طول بستخدمها كمان في حياتي الشخصية في برضو طول بحبها جدا اللي هي اللي هي جوجل كيبس دي برضو طول بتساعدني جدا أن أنا أرسم أنا مثلا أنا محتاجة هدف معين محتاجة مثلا أتعلم swimming أو محتاجة مثلا أتعلم سباحة طيب النهاردة مثلا أنا ههبني أن أنا هروح أسأل أولا أنا swimming academies طيب المواعيد هتبقى متنسقة مع مثلا مواعيد شغلي مثلا عايزة مثلا أوصل grade A في السباحة باي مثلا mid year وهكذا بتساعدني جدا في أن أنا أخطط الموضوع بطريقة تنظيمية أنت عايزة دي مشاريع حياتك أنت عايزة تجيب كذا عايزة تروح فين عايزة تتعلم حاجة جديدة فبالتالي هتساعدك برضو أني أنت تنظم أفكارك وبردو تبقى عارف أنت هتبقى دي فين وعايزة توصل فين مثلا على آخر السنة التنظيم الأفكار ده حاجة مهمة كل ما هي دوشة في دماغنا الحياة هي بتبقى بتاع الوصول لها أو تحقيقها ضعيفة جدا طول ما هي أو ما تتكتب على الورق كل ما بتعلي البروبيلتي أنك توصلي لها أنا لما ببقى عنتي حاجة إذا أشتغل عليها سواء أبقى في الشغل أو حتى في وحاجة كومبليكس يعني أجيب ورقة وقلم ورقة بيضة وأحطها بالعرض وأعمل مين ماب بزا أحط البروجيكت في النص وأجيب الألوان أعمل بالألوان وأعمل بقى الأسهم بتاعتي والرسومات ساعتها بحيث أن أنا متطمنة أنا I have everything on paper فأنا كده أمور واضحة بالنسبة لي It's very clear It's very clear It's very accessible كمان كل ما هي clear وdefined كده قدام يعني أضيف على كلامك الحياة زحمة وسريعة صح فلو أنت ما حطيتيش لنفسك plan وعرفتي أنت هتبتدي فين ومسلا عندك مثلا by mid year مثلا توصلي فين على آخر السنة توصلي فين أنت يعني مش هتنجزي حاجة للأسف وحتيبقى على طول مشتتة فالأفضل أن أنت زي ما بتعملي في أي مشروع أعملي كامبس برضو لحياتك هيبقى وسيلة سهلة جدا لتحقيق الأهداف يعني طبعا Thank you very much يا علي It was very interesting It was a pleasure having you today في CETA podcast Thank you للناس اللي كانوا معنا النهاردة وبيتفرجوا علينا وإن شاء الله نوعاتكم بحلقات تانية كتير وإن شاء الله ندخل كمان إن دبث أكتر في البزنس مواضي الكان وفي طول تانية مهمة للبزنس Thank you ونشوفكم على خير Thank you Mai Thank you Thank you